ومن تلوين العمارات وتلوين المباني ودي اعتقد مشروع وتجربة يا رب تنجح لترميم الاثار مصر فيها ثلثي اثار للعالم ما بين القبطي والاسلامي والفرعوني والنهاردة هنتكلم عن مشروع طموح جدا بترميم او بيهتم بترميم الاثار والمحافظة عليها وحيكون معاينة فيه ومنورنا الاستاذ الدكتور علي طاها مدير قسم الترميم بالمركز الايطالي المصري للترميم والاثار سبعة خير يا فندم سبعة خير يا فندم يمكن في البداية عايزين حركة انا اسفة تعرفنا اكتر بالمركز الايطالي المصري للترميم والاثار من امتى بدأ وهل بيطبع وزارة الاثار ولا المركز الايطالي كان موجود من سنة 79 كان موجود على انه بعثة ايطالية بتشتغل في ترميم السماع خانة الدرويج لحد سنة 88 كان عبارة عن بعثة 88 بعد ترميم السماع خانة تسجل كمركز الترميم والتدريب على الاثار ببرتوكول بين وزارة الخارجية الايطالية وبين وزارة الخارجية المصرية وهو تابع للاثار يعتبر طيب كرينا يفهم اكتر على طبيعة هذا المركز والمشاريع اللي قام بيها او شارك في ترميمها لحد الوقت هو المركز عبارة عن ويرك سايت سكول الايه فن؟ المركز عبارة عن ويرك سايت سكول كانتير سكول بالايطالي عبارة عن بيشغال على برنامج تأهيل مهني تدريب على الترميم والاثار وكل ما هو متخصص بالترميم والاثار سواء خريج فنون خريج فنون تطبيقية خريج ترميم بيبقى التعليم من خلال موقع العمل نفسه بيبقى هو الردى عنده خلفية عن الترميم بيجي الاحتكاج بالاثار نفسه بس هو عنده خلفية عن الترميم من واقع دراسته ولا من واقع اهتمامه يعني تطوعي يعني عايزين تتكلم اكتر عن طبيعة العاملين في هذا المشاريع يعني فيه مؤهلات معاينة لازم تكون موجودة في الشخص عشان يشتغل بالترميم؟ اكيد لهو لازم يكون دارس لازم يكون دارس عشان يعرف يعني اين اثر لو ما عارفش يعني اثر هيبقى فيه زي تجديد مش ترميم نهو فيه قوانين معينة في قوانين ينسكو فيه قوانين في مستقى في ناسيا مستقى الزينة للترميم ففيه قوانين معينة تحكم الترميم لهو مش دارس مش يعرف القوانين دا فهيشتغل بطريقة تانية غير كده اللي هو اللي يعني هو لازم يكون دارس عمتني لازم يكون دارس لازم يكون دارس طيب خلينا نقول ايه المشاريع ترميمي اللي قام بيها المركز ايطالي المصر او شارك فيها ايضا هو مش بيقوم من اول الاخره هو بيشارك لو عرف انت صح لا هو المركز بيقوم من اول الاخره من الالف الى مركز تاهيل مهني اه يعني حتى جوه ما بنعملش ايه حاجة برا فيه ورش نجارة وورش حدادة استطف كامل ترميم بداية من العامل لمدير الموقع ده في التأهيل في التأهيل وفي التنفيذ لانه وركسات سكول اللي بيجي يتدرب بيشتغل بايده في التنفيذ اوكي يعني هو المشروع عبارة عن الخبرة والمكان من ايطاليا العمالة مصرية فتعاون مصري ايطالي فالعمالة اوريدمو اللي هو العمالة اللي تتبع المجلس على اثار هي اللي بتنفذ من المشروع المنفذة اللي هي سمع خانة الدرويش او مصر حدد درويش زمانة معروفة الضريح سنقر السعدي مدرسة سنقر السعدي واتكاية المولوية هل ده كل ده اثار اسلامي؟ كل ده اثار اسلامي بداية من قرن 14 القرن 18 هل فيه في الخطة مثلا اثار فرعونية اثار قبطية واللي حسب المشروع خائم بالترميم المجموعة المعمارية المولوية اللي هي اللي جمع الدرويش المولوية الاتراك في القرن 16 قعدوا في مكان اللي هو قصر يشبك بالمنطقة اللي حواليه اسمها المجموعة المعمارية المولوية فالنقص منها دلوقتي قصر يشبك قصر يشبك ده قصر كبير بداية من القرن 14 لقرن حديث فيه اضافات فترات متنوعة طيب هل المركز يفادن معامل حصر المميل الاثرية اللي محتاجة ترميم في مرحلة المقبلة في مصر في مصر بصراحة ما عملش لكن هو عامتا كقانون او كدراسة وابحاث اي مبنى تم ترميمه بعد عشر سنين لما تعمل له الصيانة لازم يتعمل له ترميم وللأسف احنا مش موجود عندنا في مصر اللي هو الاهتمام بالصيانة دي في كل القطاعات سيفان ده مش في القطاع السيئة بس نعم في كل القطاعات مش في القطاع السيئة بس يعني ما هو الالآه بنمتدي كويس قوي وبعد كده محتاجين فترة السيانة عندهم فيها مشكلة رهيبة هو يا ربنا يتوازل شيء اي ان كان يعني لا هو بعد الترميم لو هو لازم يعني لان هو الترميم نفسه كتدخل في الاسر مش محبوب بس اه فلو احنا دخلنا في موضوع الصيانة اللي هي المنتنانس بيتبقى خلينا يتجنب الترميم حيثك قلت جملة مهمة قوي في بداية كلامك وهي ان في فرق بين الترميم والتجديد بمعنى ايه؟ ايه الفرق؟ الترميم ان انا بتدخر في الاسر وارممه بحيث ان انا احاول ارجع به لحالته دون المساس بمادة الاسر ان انا مغيرش مادته ولا لونه خلال قوانين العالمية من خلال المساق فينيسيا او مساق اثينا من ضمن المواسيق الدولية اللي هي الاشر المواسيق في الترميم التجديد ان انا بعمل حاجة جديدة خالص ان انا اشيل حاجة وبعمل حاجة يعني اشيل حيطة وابن حيطة ده هو التجديد انا بدخل اثر مفروض قانون الاسر ان انا برمم الاسر ما بضيفش اي حاجة من عندي ان انا بحافظ عليه زي ما هو الاضافات او الاسيكماليات اللي انا بعملها اللي هي تساعد في تدعيم الاسر لو هي ما ساعدتش في ترميم الاسر بتبقى تجديد طيب من البقل نزال حدريك ازاي نقدر نحافز عن المبانية الاثرية اللي موجودة في مصر؟ بالنسبة ل المتاحف الفي اللي هي الصينة الوقائية ده علم الوحده بالنسبة ل الحفاظ على درجة الحرارة و طريقة الحرارة وهو الرطوبة وهو في طريقة العرض و طهل التخزين و في الاتحف نفسه لازم البترينا تكون مجهزة ل العظيم المطالبا مجهزة للحفاظ على الآثر بالنسبة للمباني بيبقى الموضوع مشكلة شوية لان هي السنة بقية لنا في الهواء مفتوحة ففي ايرفليوشن في المطر في طراب وكلام ده فهو اول حاجة خالص اللي هي ايه بالزبط بالنسبة للتنميم اللي هي النظافة العادية اللي انا بنعملها النظافة بالريشة نظافة بالكلام ده هي دي السنة اللي احنا ممكن نعملها ان هي المتابعة الدورية اننا لو ظهر فيه كراكس صغيرة بقدر تدخل فيها من اولها اعرف سبب الكراكس اللي هو الكراكس في الانشاء الكراكس اللي هي الشروخ اللي انا ممكن اتدخل في لو هي انشائية ممكن اتدخل وهكذا هي دي الصيانة اللي انا بعملها لو ما في الصيانة وظهر فيه اي شروخ في المبنى او حاجة صغيرة وانا سيبتها بتكبر تبقى المشكلة بعد كده طيب يمكن ده على المستوى يعني ندر نقول العملي والمهني بالنسبة للقائمين على الموضوع بس احنا بقى كمواطنين اكيد علينا دور احنا كمان في الحفاظ على الاثور دي يعني انا بالصدفة كنت جعايتها في لبنان وعملين حاجة للمواطنين اذا بيحثوهم على الحفاظ على الاثر ممنوع استخدام الكاميرات ممنوع القامة كلام ده كله فاكيد احنا كمان علينا دور كمواطنين تجاه الاثر بتاعتنا هو كمواطنين ودي مهم التلفزيون بصراحة اللي هو الوعي الاثري الوعي الاثري مش موجود في مصر لو رحنا الهرم خاصة الابنيين بيبقى مع المصغيرة بيرمي فيها السجارة بزبط اللي بتلاقي المصريين هم اللي بيرموا فيرمي ورقة في الارض طيب هو الوعي الاثري وده مشكلة الهرم بس ده مشكلة الشارع كلها فهو اهم حاجة الوعي الاثري يعرف يعني قيمة الاثر يعرف ان الاثر ده اثار جاية من مراس يعني ده ده مراسنا وكلنا ومصدر داخل قومي بتقوم عليه البلد اساسي يعني صحيح طيب احنا كنا شايفين صور من شوية فريدت نشوفها تاني عن الوركشوف او العشرة العمل نبدأ من هنا يا فندم ده مشروع ايه بالزبط ده اللي هي المجموعة المعمرية المولوية اللي هي كانوا قاعدوا فيها الدرويش المولوية اللي هي مكان المركز بالزبط ده مكانه فين يا فندم بالزبط ده في الحلمية الجديدة امام مستشفى الخليفة او خلف السلطان حسن بيه عبارة عن السماع خانة والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الأنشيد الدينية، بالنسبة لجلال الدين الرومي. آآ، أوكي. مم. الرجع لسلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها. أيوه. آآ، دي اللي هي السمعة خانة من خلال صور التاريخية دي، الصورتين اللي هم ظاهرين. دول الكبار شوية. دول بعد الترميم. دول الدرويش المملوية اللي هم الأصليين من الأتراك. الصورتين التانين من خلال الرسومات التاريخية. المام اللي بعدها ده اللي هي النحا الشمال، السمع الخانة بعد الترميم والنحا ليمين؟ التكيه المولويه اللي ب Ole tar 귀 ive trên 18 ده المشروع ده تم يا فاندم خلاصا؟ نا ده المشروع تم ده بعد الترميم ده مزار مفتوح من الجميع؟ نا مزار مفتوح رجال مفتوح للجميع فاندم ده ويتبع وزارة الثقافة ورزاة الآثار؟ لا يتبع وزارة الثقافة وزارة الثقافة هل بيقام فيه عروض مثلا او بيقام فيه بيادين من استخداره ثقافيا ولا هو مجرد مزار وخلاص لا هو بيستعمل ثقافيا دلوقتي بيستعمل فيه المكان عامة ككل سواء التكية او السمع خانة بيقام فيه انشطة ثقافية سواء معارض سواء احتفالات سواء مؤتمرات تمام بعد حزين بالجد عندنا تلت اثار العالم تلتين من خلال تلتين ومش عارفين نستغلها كويس قوي طيب اللي بعدها ولا مفيش ثقاف بعدها اه اللي بعدها هي انا اوكي فعند دائما خلال اللي هي اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي اعمال الجبس اللي خلالت دول طلب ومتدربين اه دول الطلب انا بيتواش تعال هل هو ما بيخشوا بيتقضوا اجر عند دوت ولا هو نشاط طووعي مع دانا عليتنا اعرفه برضا اه لا ده هو بيجي هو المفروض يدفع فلوس بسا ما بمدفعوش اه اه بيتدرب بيتدرب اه وبعد كده بيستفيد خبرات بيستفيد خبرات اه طبع وبتاخد قد ايه يعني وقت مثلا الورشة دي او الشغل ده اخد قد ايه وقت يعني انا دخلت نهاردة عايزة اشارك في الورشة دي اه هو مش اقل من تارس شهور ام بسا لازم تكون دارس صحي لازم تكون دارس لازم تكون دارس عشان عندك خلفية تركيطة في الجامعات مفيش احتكاك عملي بالأثر دارس ايه بقى دارس دارس ترميم او فنون ترميم او فنون يعني في قليلات فنون مصلا تطبيقية ولا فنون تطبيقية فنون جميلة وهكذا تربية فنية افرد حد من افرد واحد مش دارس بس مهتم مهتم او ممكن ده بنبدأ معاه من البداية خالص بقى تعرفوا يعني ايه ترميم وده متاح يعني اصدق قول ان المكان ده متاح ان اي حد مهتم او عايز يتشتغل او عايز يتضرب ممكن برضه ايه ممكن افرد مش لازم يكون دارس لا لا ده ممكن ده عالميا مش عندنا بس هاي فيه في ايطاليا مرمم هاوي اه يعني يبقى عنده اهتمام فنان هو بيبقى عنده اهتمام وبيبقى وبيشتغل بعد ما بيبقى اما حاجة بس يكون عنده توعية باهمية الاصر اللي هو بيرممه اه طيب خلينا نقول ايه كمان المشاريع المستقبلية اللي موجودة في جدول اعمال المركز الايطالي المصري كترميم الترميم اللي هو ترميم اصري يشبك او قصون واللي هو فيه فترات تاريخية مختلفة بداية من القرن الاربعتاشر لوقتنا الحالي اه حاليا احنا عبارة عن انشطة ثقافية سواء مؤتمرات اه معارض تدريب على الترميم وهكذا طيب واللي عايز يوصل المركز الثقافي المركز البصري الايطالي للترميم والاثار يعمل ايه بيعني مكانكم فين هلكم مقر ايه المكانة في الحلمية الجديدة 31 شارع السيوفية الحلمية الجديدة اللي هي في القلعة فيه ناس بتخلط بينها بين الحلمية وبين هلمين الزيتون الحلمية الجديدة اللي هي في القلعة ورا السلطان حسن جامد بقصر امير طاز هل في عملية الترميم نفسها هل بيبقى فيه فرق هل فيه فرق ما بين المباني الفرعونية والابطية والاسلامية كترميم حسب كل بروجيكت يعني؟ لا ما حاجم كل بروجيكت المفروض ان ما فيش فرق بين الترميم بين كل حاجة وحاجة المفروض ان هي قوانين عالمية بتحكم كل حاجة فيه قانون بالنسبة للترميم بيقول كذا يبقى خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لكل تمام اه اخيرا يا فندم اه كتجربة شخصية بقى ايه اللي لمسته من خلال فكرة الترميم وفكرة الاثار المصرية والحفاظ عليها يعني ايه الاستفادة لحضرتك اصواء لكل المشاركين في هذا المشروع؟ الاستفادة من ناحية بالزفت الاستفادة على مستوى الشخصkkeين حالتك مسلا عرفت مسلا قيمة الاثار دي هل احنا عندنا مشكلة فعلا في الحفاظ على الاثار بشكل عام في مصر؟ هل عندنا مشكلة في الاهتنال؟ هل اك شايف ان الموقفود يكون عندنا توعية اكتر بالحفاظ على الاثار؟ في مشكلة رهيبة اللي هي عدم الاهتمام بالصيانة وده يعني يا ريت نهتمة بالصيانة اكتر من اهتمامنا بالترميم لیکن الصيانة اهم من الترميم عندنا في مصر ما فيش اي اهتمام ما فيش اي توعية بالنسبة للصيانة ويعتبر مشروع مالغي مش حاجة عندنا اسمه مشروع صيانة عندنا مشروع ترميم ما عندناش مشروع صيانة طيب ودي مسؤولية مين وزارة الاثار وزارة الاثار اكيد طبعا طيب الأستاذ علي طاها مدير قسم الترميم من مركز الايطالي المصري للترميم والاثار مشروع طموح جدا مشكرا شكرا جزيلا شكرا كيسان دمان ودك معينا ومشاهدينا هنروح لفاص ونرجع نكمل تاني بقية فقرات نهارك سعيد خليكم معنا